شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بن يمين نتنياهو على التمسك بالمبادئ التي وصفها بأنها مهمة لأمن إسرائيل خلال المفاوضات وقال نتنياهو إن المفاوضات لا تزال صعبة ومعقدة وأن هناك أمور أبدى المرونة فيها وأمور أخرى بمثابة خط أحمر لا يمكن التنازل عنها على حد تعبيره أضاف نتنياهو أن الضغط في المفاوضات يجب توجيه إلى حماس والسنوار وليس إلى الحكومة الإسرائيلية هذا وكشف إعلام إسرائيلي أن اقتراح التسوية الأمريكي لإنهاء حرب غزة يلبي أغلب مطالب إسرائيل لكنه يترك نقطتين حاسمتين من دون حل ويشكلان أبرز لقات الخلاف منذ بدء المفاوضات وأوضح إعلام إسرائيلي أن نقطة الخلاف الأبرز هي أن الاقتراح الأمريكي لا يتضمن استمرار الوجود الإسرائيلي على طول الحدود بين غزة ومصر أما نقطة الخلاف الثانية ودائما وفق وسائل إعلام إسرائيلية فهي عدم تضمن الاقتراح الأمريكي آلية تمنع عودة قوات حركة حماس إلى شمالي قطاع غزة ترجمة نانسي قنقر